سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحوارين الحلقة 11 أهلاً وسهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً الحمد لله الله يخليكم متفضلوا شكراً طبعاً يا شباب تكونوا مذكرين المرة الفاتت زي ما قتلينا خالة صفية إنو بعض اليهود كانوا غضبانين جداً على بوليس وبرنابة لأنهم شايفين إنو بوليس وبرنابة بدعوا لتعاليم مخالفة لعقيدتهم وكمان أنا مذكرة قاتلينا عشان كيدا قاموا وحردوا وحرشوا عليهم أعين مدينة نطاكي البسيدية من الرجال والنسوان المدينات ودي تسبب في اضطهاد بوليس وبرنابة وبعد الاضطهاد كمان طردوهم من المنطقة صح يا خالة صفية؟ صح وبرضو يا خالة صفية بوليس وبرنابة نفضوا غبار المنطقة من رجلينهم دليل على رفضهم وعدم رضاهم عن أهل المدينة المخالفين لالله ديل وسافروا لمدينة أيقونية لكن المؤمنين في المدينة عماهم الفرح ويتملوا كلهم بالسر الإلهي أهي يا جماعة وفي أيقونية برضو بوليس وبرنابة مشوا للمعبد اليهودي وبقوا يتكلموا عن رسالة عيسى المسيح وكان كلام له تأثير كبير على السامعين لدرجة إنه كثيرين من اليهود غير من الأجناس الثانية آمنوا لكن بالمقابل كان في عدد من اليهود ما كان عاجبون الحال وكانوا ضد الدعوة وبقوا يحردوا غير اليهود ضد بوليس وبرنابة وفي ناس سمعوا كلامهم ورفضوا الرسالة ومع ذلك بوليس وبرنابة قاعدوا هناك فترة طويلة واستمروا في نشر الرسالة بدون خوف واتكلموا عن سيدنا عيسى عليه السلام وضرورة الإيمان بيهو والله أيد عملهم بفضل المعجزات الأجروها وبين الإيمان وعدم الإيمان المدينة انقسمت في الرأي والإيمان لقسمين قسم كان مع بغولس وبرنابة والقسم الثاني كانوا رفضين ومعرضين لهم والإرشادهم بشدة والرفضين المعرضين ديال من اليهود ورؤساهم وغيرهم من الغرباء دبروا مؤامرة عشان يرجموا بقولس وبرنابة ويقتلوهم لكن بقولس وبرنابة حسوا بالمؤامرة دي وقاموا هربوا لمنطقة اليوقينية وبدوا في تبليغ رسالتهم للناس من مدينة لسترة ومدينة دربة وما حولهم أهو في مدينة لسترة بقولس وبرنابة ليقوليهم راجل مشلول جاعد الراجل ده كان كسيح من ما ولدوه وعمره ما قدر يمشي خطوة واحدة لكن الراجل ده كان مهتم وكان بيسمح في كلام بقولس بتركيز وانتباعه وبقولس لما شافه وشاف تركيزه حس إنه عنده الإيمان بأنه المسيح حيش فيه بمعجزة عشان كده قليهه بصوت واضح أخوي الحبيب قوم أجيف علي طولك وامشي قال لك أتبليه كشيفة أهو الراجل فعلا وقف بسرعة وبيقى يمشي بدون أي عرجة أو لو لو لا والناس لما شافوا معجزة الشفة دي قالوا بصوت عالي بلغتهم المحلية الآلهة خدت شكل البشر وحلت بيناتك الآلهة خدت شكل البشر وحلت بيناتك لكن بقولس وبرنابة ما كانوا فهمين معنى كلام الناس ديل هالجماعة ديل افتكروا انه برنابة هو الإله زيوس رئيس الآلهة وبقولس هو هارماس الناطق باسم الآلهة لأنه كان المتحدث الرئيسي اللي كان بيخطف فيهم وكان في مكان قريب من المدينة فيه معبد لرئيس الآلهة زيوس والكاهن المزئول من المعبد ده جاب منه تيران مزيّن بأكالين الزهور وكان عايز مع ناسه يطبحوا التيراندي ويقدموها قرابين لبرنابة وبولس في المحل اللي واكفين فيه قدام بوابة المدينة لكن بولس وبرنابة لما عرفوا الحاصل حزنه والضايق لدرجة انهم شرطوا ملابسهم ومدفعوا بحماسه قوة والصناس والكاهن وقالوا ليهم يا ناس ده شو اللي بتعمل فيه ده يا جماعة نحن بشر زيكم ايوه نحن جينا هنا عشان نبلغكم بدعوة الإيمان بالله وعشان تتركوا العبادة الباطلة دي وتؤمنوا بأن الله القدير هو وحده خالق الكون والسماء والأرض ومسيّر البحار وكل شيء وحسا خلونا نقول ليكم انه كثير من الناس بما فيهم اجدادكم في الزمن الماضي كانوا بعيدين على الله ومع انه الله ما كان بيرسل ليهم رسل لكن دايما بيجلوا ويصهر ليهم وجودوا بآيات كثيرة مثلا نزل ليهم المطر وزرعوا المحاصيل وبقت عندهم وفرف الطعام ويتكفوا لغاية ما شفعوا وفرحوا أها لكن مسألة إقناع الكاهن ناس ومنعهم من تقديم الغرابين لبولا سوبرنابة ما كانت سهلة أبداً وبولا سوبرنابة ما نجحوا في أنهم يوقفوهم إلا بصعوبة كبيرة أها وبعد ذاك بفترة في بعض الناس المعارضين لبولا سوبرنابة من اليهود قاموا جمع من مدينة إيقونية وأنطاكيا وحرضوا بعض الناس ضدهم ومن شدة الغضب الناس فاروا ورجموا بولاس ورموه بر مدينة لسترا لأنهم يفتكروا إنه خلاص ماتوا لكن في عدد من المؤمنين مشوا ليهوا ولقوه حي وفرحوا جداً وبعد شوية قوة رجعت ليهوا وقاموا دخل المدينة وبات فيها وتاني يوم سافر منها مع برنابة لمدينة دربة وفي دربة بشروا الناس وكلموهم عن سيدنا عيسى اللي حينجيهم من الهلاكة وبكلامهم آمنوا كثيرين وبعد ذاك بولاس وبرنابة قاموا رجعوا ثاني لمدينة الإسترا وأيقونية وأمطاكيا البسيدية عشان يشوفوا أحوال أخوانهم المؤمنين الجداد هناك ويشجعوهم على السبات في الإيمان ويقوع زائمهم وكانوا بيخبوهم ويقولوا ليهم يا أحباء الفوز بمملكة الله الأبدية تعترض صعوبات وابتلاءات كثيرة وها بولاس وبرنابة اختاروا شيوخ يتوسموا فيهم الحكمة والطقوة عشان يكونوا مرشدين لكل جماعة المؤمنين وبعد ما وصاموا خلوهم في رعاية الله اللي آمنوا بيهو وبعد ذاك بولاس وبرنابة سافروا من منطقة بسيدية لمنطقة بنفيلية لغاية ما وصلوا مدينة برجة وهناك بشروا الناس فيها وبعد ما خلصوا قاموا منها ومشوا لمدينة أتاليا الساحلية وسافروا من هناك بالبحر لأنطاكيا اللي هي في المدينة اللي كانوا طلعوا منها قبل كده في رعاية الله وبموافقة مباركة أخوانهم المؤمنين لتبليغ الدعوة للناس في مناطر تانية ولما وصلوا لأنطاكيا مرة تانية جمعوا المؤمنين ووروهم كيف إنه الله هدى كثيرين ومنهم ناس من شعوب مختلفة هداهم للإيمان بواسطة الدعوة وقدوا وقت طويل في أنطاكيا مع أخوانهم المؤمنين أهي يا جماعة وبعد فترة جوا رجال من منطقة يهوزة لأنطاكيا وقالوا للمؤمنين فيها أسمعوا يا ناس لازم تعرفوا إنه ما في نياء بغير الختانة الوارد في شريعة موسى أهي يا جماعة وقح خلاف شديد وجدل بين القادمين من منطقة يهوزة اللي كانوا ضد رأي بولاس وبرنابة وكان رأيهم هو إنه بولاس وبرنابة مفروض يوروا المؤمنين الغير يهود إنه نجاتهم ما حتكون إلا بالختان واتباع شريعة موسى ونتيجة للكلام ده مؤمنين أنطاكيا قرروا إنه يرسلوا بوراس وبرنابة ومعاهم مجموعة منهم للقدس أهم مدينة في منطقة يهوزة عشان يبحثوا ويشوفوا المزألة دي مع المبعوثين والشيوخ هناك وجماعة الوفدة قاموا سافروا وهم في طريقهم للقدس مروا على فنيقية والثامرة وكانوا بيعلنوا لأدباع المسيح هناك قبول الناس من غير اليهود للرسالة وده كان بيفرح ويسعد المؤمنين جداً ولما الوفد وصل للقدس استقبلوه المؤمنين بما فيهم المبعوثين والشيوخ وجماعة الوفد اتكلموا عن سمار رحلاتهم والتوفيق اللي منحهم ليه الله وكيف إنه كثيرين قبلوا الدعوة وآمنوا بالمسيح لكن كانوا في جماعة مؤمنين من حزب الفريسيين المتشددين والجماعة دي قدموا نفس الاحتراض اللي قد لإرسي على الوفد وقالوا إنه الناس اللي آمنوا من غير اليهود لازم يدخطنوا ويدبعوا شريعة النبي موسى ويعملوا بيها والمبعوثين والشيوخ اجتمعوا مع الوفد بحضور باقي المؤمنين عشان يفتوا ويبتوا في الأمر ده وبعد نغاش طويل وقف سمعان بطرس وقال ليهم يا أخواني إنتوا بتعرفوا إنه من فترة الله اختارني من بينكم عشان أبلغ رسالة المسيح لغير اليهود والحمد لله إنه في كثيرين منهم سمعوا الرسالة وآمنوا والله العالم بما في الجلوب وهبوا ما السر الإلهي زينا بالضبط وده أكد لينا إنه الله جبل إيمانهم وما فرق بينا وبينهم في المعاملة لأنه طهر قلوبهم إذن لأي أنتوا بتعرضوا الله دلوقتي وتخطوا فوق ظهر أخوانكم حمل تقيل نحنا وجدودنا ما قدرنا يتحملوا نحنا بنؤمن إننا بين نعمة المسيح عيسى بننجي من الحلاق وبنفس المستوى ينجي هم كمان أها وبعد كلام بطرس ده الحاضرين كلهم سكتوا وبعد ذاك بولا سوبرنابا كلموا المجتمعين عن كل العجائب والمعجزات اللي أجراها الله بواسطتهم بين غير اليهود ويا شباب دي كانت نهاية الجزة 11 شكرا 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 تحية زروق إخراج تمادر شيخ الدين